هنبدأ الأول بالدولة المصرية وطريقة تعاملها مع أزمة كورونا الكلام ده اللي أنا هقوله من دلوقتي أنا وبون أسناسي وش ميش كلامي أنا ده كلام العالم كله والمؤسسات المعنية بهذا الأمر وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية اللي بتشيد بالإجراءات المصرية إحنا في مصر الحمد لله رب العالمين الحكومة والقيدة السياسية خدت خطوة يمكن قبل دول كتير قوي في مواجهة هذا الوباء اللي ربنا يعافينا منه ويعد على خير إن شاء الله الدولة المصرية في معالجة هذا الوباء وفي القيام على النقاط المتعلقة بهذا الوباء سواء التعامل مع حالات الوفاة أو التعامل مع المصابين أو التعامل مع اللي بيتم إن هم يتعافوا أو التعامل حتى مع الموظفين اللي هم محدود الدخل أو اللي هو بيسموها العملة اليومية الحقيقة ضربت أروع الأمثلة في العمل بشكل جماعي وإن المنظومة تحس إن هي سيمفونية كله بيتعامل مع بعضه وفق نظام ووفق رؤية ووفق استراتيجية واحدة بيشهد لها العالم كله وإحنا كمصريين فخورين بهذا الأمر كان فيه دول تانية جنبنا يعني أكثر أكثر منا ربما يعني أقوى في الاقتصاد وأقوى في الإعلام وأقوى في الدخول بتاعتها وأقوى في حاجات كتير قوي ومع ذلك لم تستطع أن تقاوم هذا الوباء بنفس الطريقة القوية المنظمة المحترمة التي تتعامل بها مصر وإحنا شايفين الدنيا عاملة زي عندهم وطبعا دي مش شماتة في حد بالعكس إحنا نتمنى السلامة لكل الناس نتمنى السلامة للعدو نتمنى السلامة للحبيب لأنه ما فيه شماتة في مرض ومش إحنا اللي متربيين التربية دي التربية الأسف السيئة اللي تخلى حد يشمت في حد لأنه مريض أو مصاب أو ما إلى ذلك بالعكس إحنا حتى مع أعداءنا بنتعامل بشرف وزي ما الرئيس السيسي قال ربنا يبارك فيه بنتعامل بشرف في وقت ما فيهوش شرف لكن هي دي مصر طول عمرها بتعامل بأمانة وبصدق وبشرف مع الناس كلها مع العدو ومع الصديق أنا بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل قراراته اللي خدها في الفترة الأخيرة بالذات لأنها كلها بتصب في مصلحة المواطن حتى لو إن أعداءنا قالوا غير كده إحنا حسين بنفسنا وشايفين بنفسنا إيه اللي بيحصل أخيرها النهاردة النهاردة يا بونا بتصرف أول دفعة للعمل الغير منتظم شوفوا الطريقة اللي مصر تتعامل بها مع الناس شوفوا إزاي أنت كراجل ما عندكش عمل منتظم قاعد في بيتك بتجيلك رسالة تقول لك أنت تتوجه للمكان الفلاني يوم كذا علشان تروح تصرف كذا وتروح هناك تلاقي معمول مظلات وتلاقي فيه ناس بتنظم علشان التبعه الاجتماعي وتدخل بالرسالة اللي معاك وبطقتك يتعاملك حساب في المكتب البريدي اللي انت رايحه أو في المدرسة اللي انت رايحها حساب عشان بعد كده تطع لك كريدت فيزا كارت تروح تصرف بيها بعد كده الإعانة شيء في منتهى النظام وفي منتهى السلاسة وفي منتهى الأريحية لا الناس بتتزاحم ولا الناس تايها مش عارفة تعمل إيه ولا أي حاجة خلص في منتهى البساطة وتعاون طبعا كامل مبين وزارة شئول الاجتماعية وزارة الاتصالات وزارة المالية وطبعا المحافظين اللي كل واحد في محافظته وبيشوف المدارس وطبعا المكاتب البريد حاجة في منتهى الروعة أنا بحيي الدولة المصرية وبحيي المحافظين بحيي جهد غير عادي وبحيي وزارة الداخلية برضو بتبزل جهد غير عادي والجيش المصري سواء في التعقيم أو في التنظيم أو في التأمين أو في انضباط الناس في الشارع وقت حظر التجوار إلى آخره وطبعا أنا هسيب أبونا أتسناسيو أتسناسيو ستكلم في نفس هذه النقطة عشان في نقطة تانية مهمة أو أعزين نتكلم فيها بعد شوية اللي حصل في المنصورة لكن قبل ما تكلم عن اللي حصل في المنصورة أحب برضو أشوف في وجه النظر أبونا أتسناسيو في كيفية تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا زي ما فضلت الشيخ مظهر شاهين تفضل وشرح يعني الخطوات الإيجابية اللي عملتها الحكومة المصرية أنا واحد من المواطنين بشهر بالفخر فخور إن أنا مصري فخور إن رئيسي الرئيس عفتاح السيسي فخور إن معي حكومة النهاردة إيجابية بتشتغل بروح الفريق الواحد شوفوا المصري يا جماعة المصري مش أمي المصري زكي جدا المصري بيفهمها وهي طايرة بيقوله كده باستمرار المصري عنده عبقرية الزمان والمكان اللي قال عنها الكاتب والمؤرخ جمال حمدان المصري شايف كل حاجة قدام عينه ويعرف يفرق بين الغس والسمين المصري المرادي بيشهد وبيبصم بالعشرة إن حكومة المصرية لا حكومة شغالة الرؤية المصرية رؤية جيدة الرئيس بتاعنا يا جماعة النهاردة رئيس غير عادي غير طبيعي يعني لم يمر على مصر من سنوات طويلة قيادة حكيمة بهذا الشكل كل همها إن يتخاف على صحة المواطن المواطن عندها هو نمرة واحد الأولوية الأولى في ذاك الزمان هو المواطن المصري وأنا قدامك ممكن نقول ده كان كلام قبل كده نهاردة احنا بنشوفها الأرض الواقع لما شوف مثلا تجربة الحكومة في مواجهة كورونا مثلا طب عملوا إيه؟ شوف بقى لما ينزل الرئيس من كم يوم إحدى المواقع العمل ويتجول الرئيس بسيارته فيلاقي بس بصره يقع على العمال المكدسين في الشغل وكلهم مش واغدين لحتياطة الأمان بتاعة الفيروس لحطين كمامات ولا بسين جوانتيات ولا أي حاجة من ده كله فيقف الرئيس ووقف الموكب بتاعه ويطلب من المسؤول عن هذا الموقع ويوجه بلغة حازمة حاسمة أهمية إن إحنا ناخد بالنا من إن إحنا لازم نكون على أهبة الاستعداد واغدين كافة الاحتياطات عشان خاطر هذا الفيروس ما يقصرش على صحة ولدنا ويقولها كده هو بالفم المليان وبالفم المليان أنتو صحتكو إزاي ترجعوا بيوتكو أنتو كده هو مش معقمين مش واغدين الاحتياطات بتاعتكو فتكون الرسالة دي رسالة للعالم كله قادر رئيس مصر ولما بيتنرفز بيتنرفز لصالح المواطن ولما مثلا بيشتغل بحزم عشان خاطر صحة المواطن يعني شعرنا إن لنا قب بيخاف على صحتنا وبيخاف على ولدنا وبيخاف على بيوتنا وبيخاف على البلد كلها الطريقة المرة دي طريقة لا شك إنها طريقة إيجابية جدا جدا النكات اللي هي بتتقال عبر صفحات التواصل الاجتماعي إن رؤساء العالم بيعودوا مع بعض وكل واحد حاطت إيده على خده ويبيقولوا مثلا ما هكيد الرئيس السيسة يفتكرنا دلوقتي وهيبعث لنا وزيرة الصحة عشان خاطر تدينا الدعم وتدينا المدد وتدينا الفكر هذه حتى وإن كانت دي نكات بتتقال لكن هو ده الواقع اللي احنا عايشينه فعلا التجربة المصرية في مواجهة كورونا تجربة إيجابية للغاية وكل احتياطات اللي وغداها الحكومة المصرية هذه المرة احتياطات إيجابية شهدت بها العالم كله شهدت بها منظمات الصحة العالمية شهدت بها الواقع إنه نهارده مثلا سمحوني في كلمة احنا تعددنا 100 مليون مواطن النسبة اللي هي بتاعت الوفيات ونسبة السلبية بتاعت التعافي والتحول من الحالة الإيجابية للمرض إلى إنه يتعافى تب حالة سلبية يكتشف بعدها إنه تعافى ويخرج من جميع المستشفيات العزل والحظر اللي كان موجود فيها المريض ده كله ده أدى إلى إنه الناس تعيش جوه من الأمان وجوه من الطمأنينة إحنا بنعتقد إن الأيام القادمة القليلة لشكلها تبقى أيام سلام وأمان وترجع مصر عفية قوية ترجع مصر بعد شوية تمارس حياتها بشكل طبيعي جدا جدا وتعرفوا قد إيه لما كنا بننبه عليكم والحكومة كانت بتنبه عليكم عدوا في بيوتكم ده كان لصالح المواطن وكان لصالحنا ما كانش ضدنا أبدا تحياتي وتحيات كل العاملين في هذا البرنامج وفي هذه القناة لكل الحكومة المصرية وعلى رأس الكل فخامة الرئيس عفتاح السيسي